طبعاً مش فكرة مين شبه مين لكن هو الشخصية القيادية بتبان لكن برضو الراجل ماينفعش ييجي بشخصية من أول ماتش طبعاً طبعاً ذكر النادي الآلي وانا قلت لحضرتك فاكراً ما كنا منه إذا كان هو قلت لك معلوماتي أنه راح لأربع ماتشات إذا كان هو طول لك كل كامير حكاً قلت هو منه حسن هو اللي قاله بالضبط وراح له منهم ماتش النهائي الأفريقي فهو جاي على فرقة نفسياً بدنياً إحساسه الفني اللي هو مبني على خريطة علمية بيقول أنه ماينفعش يروع على الناس دي وأقوله إيه جوهم على المستوى إسلام أقوله أنا معاك وده اللي حصل وواضح جداً في تشكيله للماتش الأولاني أنا معاكو أنا مش سايبكو أنتو اللي لعبتوا الماتشات أنا هدي لك حقك للآخر ويمكن دي بانت لما يعني في تدوله الحوار مع سامي أمصان رفض تشكيل ميكس عشان يشوف وقاله لا نلعب باللي أنت لعبت بيهم اللي هو ما يسمى بالتشكيل الأساسي وبالتالي هذا الرجل يحتاج دعم هو والاستوف بتاعه أولاً أول حاجة ثانياً عشان بس الجمهور يبقى مشهاد إطباع يبقى مستقر في يقينه أن الكلام عن نادي الأهلي غير يعني إيه؟ يعني ماينفعش تقول أين الناشئين أول حاجة ليه؟ لأنه طلع واحد أو اثنين لكن ينفع تقول محتاجين مراجعة للقطاع طبعاً لأنه ابن النادي جوه التيم بيزود اللعيبة جاءت مواسم كان فيها أسماء كده ما تنفعش ما زال عندك أسماء كبيرة يعني أو أسماء طلعت من الناشئين كابتن ما هو الاسم ده محتاج يبقى ثلاثة يبقى ثلاثة ما أنا بقول محمد أنا على دلعه ده لكنه برضو بيبقى باين عليه في أوقات أنه لا في حاجة اسمها لو تعادلت حتى مع منافس التقليد دي مش حاجة حلوة وكبال حضرتك شوف رامي ربيعة ربيعة وييجي لكن في الآخر يقفز وهو مصاب عشان يكمل ومش هطلع يعني ده أنت محتاجه أه ولكن بقى يعني إيه تلعب بالناشئين طبعا أنت لعبت بيهم مباريات فيه كأس ما يسمى بالربطة دي لا في حد ييجي يحرق الأخضر واليابس يعني احنا بنقول عايزين نوقف الفرقة دي إلى حين انتهاء مهمتهم وقد اقترب ايه وقت يعني التطوير طبقا لأنه التطوير بدأ بجهاز فني كنا بنحلم به في الستوديو ده إزاي يبقى فيه كوتش ومعاه خمسة يعني يمكن الدعوة استجابة كاملة خمسة تقول لي طب ثلاثة أقولك لا خمسة على الأقل وبالتالي لا الناس لازم تراجع الموقف ده انت محتاج تعمل الصبرت الأخير انت محتاج الجملة اللي بتكتب الهدورة فطن بالمرضى نسميها بقى المراضي الهدورة فطن بالأهل الأهل الكيان الأهل النادي الأهل الجمهور الأهل الإدارة ومحدش يحاسب حد دلوقتي احنا في وقت الفزاع على رأيها لينا في الخليج فزاع يعني احنا فيحط كتفي في كتفك ثم نقعد قاعدة بعد شوية علشان نتحاسب لكن هل ده معناه ان احنا مش زعلانين؟ مش صحيح مش زعلانين من اللي علانين؟ لا طبعا لا ولازم الرسالة توصل لهم ولازم يعرفوا ان الناس عرفت انه ما فيش حاجة اسمها تبقى بتشتغل لاعب وعندك حاجة شغالك بعد التمرين عايز تمشي على طول صحيح؟ ده كان محتاج ان يتقلك من مديرك الفن السابق أو الأسبق لكنه أما وإن ده اللي كان حاصل الراجل بيضع بزرق يستحقها الأهلي يحتاجها النادي الأهلي ألا وهي زي ما قلنا جهاز كامل الأوصاف يوم عمل كامل يوم تدريب كامل ومن ثم الأشياء هتأتي لكنها مش هيعمل هو حاجة كده ويسيقها للعيبة اشتركوا في القناة